بسم الله الرحمن الرحيم في ظل اللخبطة أصدقاء القرارات اللي حصلت في مصر بالنسبة لامتحان الاي سي تي والاي سي تي عملنا خطة لحضراتكو آخر خطة إن شاء الله ليكو للشهور اللي جاي بص يا حضرات من الآخر البلان كان قاتي في رأيي الشخصي للطلاب حضرتك لو في جريد 11 حضرتك لو في جريد 12 يبقى لازم نفكر ببساطة شديدة إن احنا ندخل امتحانات الاي سي تي المتاحة لنا قبل الديدلاين اللي الوزير حطه اللي هو نص شهر تمانية الاي سي تي تي تيس المتاحة ليكو قبل نص شهر تمانية هم امتحان جون شهر 6 اي سي تي وامتحان جولاي شهر 7 اي سي تي فدول لازم حضراتكو تدخلوهم إن شاء الله لأن دول آخر محاولتين حيعتد بيهم في درجات الاي سي تي على كلام الوزارة الأخير تمام لو حصل تغيير للأفضل بعد كده الحمد لله ولكن انتو كده ضمنين ان انتو تاخدوا سكورز بتوع الامتحانين دول إن شاء الله طيب فمصر عندكو امتحان تاني كمان اسمه إي أس تي الإي أس تي ده هو اللي حيكون موجود بعد كده ومعترف بيه بعد كده عندك فرصة إنك تدخله في امتحان شهر ماي شهر خمسة وبعدين تدخله تاني في شهر تمانية شهر أكست حلو كده يبقى حضرتك في الأربع شهور اللي جايين دول عرفت هتدخل أني امتحانت هتدخل اتنين إي أس تي واثنين إي سي تي طيب عندك الشجاعة إنك في شهر ستة في جون تدخل كمان إي أس تي لأن شهر ستة في امتحانين في إي سي تي في يوم وإي أس تي في يوم تاني تقدر تدخل الاتنين أنا في رأيي لو انت جريد 12 دافنتي جرب تدخل الاتنين علشان تاخد أعلى سكور من المحاولات دي كلها شهر تمانية انتهت السنة كده هو للشباب اللي في جريد 12 شباب اللي في جريد 11 يقيموا الموقف تاني في شهر تمانية إن شاء الله أو على الأقل كمان شهرين والحق إنما دلوقتي حط لنفسك البلان ده تبقى أنت كده ضامن كل حاجة وماشي بترتيب منطقي إن شاء الله طيب بالنسبة للطلبة اللي في جريد 10 طلاب اللي في جريد 10 حضرتك المفروض تبتدي من النهاردة لو ما كنتش بدأت already تبتدي إنك تحضر للامتحانات دي تبتدي إنك تزاكر لوحدك تبتدي إنك تاخد كورس تبتدي إنك أنت تشتغل استعداداً للامتحانات المهمة جداً دي اللي حتمتحنها في أول جريد 11 طيب إحنا في جريد 10 دلوقتي المفروض نمتحن ACT ولا EST ولا اللي اتنين ولا إيه بالضبط قلت عرأيي قبل كده لحضراتكو إنك لازم تدخل اللي اتنين ليه؟ الـ EST غالباً حيفضل موجود في مصر كالامتحان الوحيد أو كواحد من الامتحانات إنما حيفضل موجود لأنهم عملوه فمش حيلغو يعني طيب فحضرتك لازم تدخل الـ EST شان الجماعات الحكومية المصري طيب والـ ACT احتمال يتقبل لو غيروا قرارات بتاعتهم يتقبل عادي في كل الجماعات ولو ما غيروش القرارات حيفضل الـ ACT مقبول في الجماعات الدولية وفي الجماعات اللي خارج مصر اللي عايز يسافر بعد كده فعلشان تضمن حضرتك حتدخل الامتحانين EST و-ACT يبقى من دلوقتي حضرتك تحضر للامتحانين دول طب إمتى أول محاولات غالباً هتكون محسوبة لنا؟ شهر 9 عندنا امتحان ACT مش متأكد إذا كان حيحسب لك ولا لأ ده اللي هو بداية جريد 11 وشهر 10 عندك امتحان October EST ادخل الامتحانين دول حتى ولو كتجربة علشان خاطر تكون مستعد إنك تدخل الامتحانين دول بعد كده بعد October حيبقى عندك كذا فرصة إن شاء الله في جريد 11 تدخل EST و-ACT اللي اتنين بإذن الله وحنحط لها خطة في الوقت ده إنما دلوقتي اعمل حسابك على إنك انت داخل الامتحانين دول إن شاء الله في شهر 9 وشهر 10 بإذن الله وابدأ من النهاردة لإن الوقت كده يدوب تمام ماشي حضرات حبيت أديكم جدول مختصر علشان الناس اللي بتسألني ووريكم الجدول اللي كنا عاملينه قبل كده برضو ده من شهر مايو 2021 لغاية آخر 2021 ديسمبر الشهور هي قدام حضراتكم والامتحانات المتاحة موجودة قدام حضراتكم طبعا الطلاب اللي في الخليج هياخدوا امتحان ال-SAT بدل الامتحانات دي في الفرص اللي متاحة بالنسبة لهم لغاية لما يكون عندهم EST كمان ممكن يجربوا ياخدوا ان شاء الله يا رب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبة لكم please follow us على الفيسبوك subscribe على اليوتيوب good academy channel بتاعنا like and share this video لو في حد تاني ممكن يستفيد منه ربنا معاك يا حضرات سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة